اهلا بكم في النشاط الاقتصادية أكد وزير طاقة الرئيس الفخري لجمعية الإداريين البحرينية الدكتور عبدالحسين ميرزا أن إدارة المعرفة أصبحت عنصرا مهما في مشالي تطوير الأداء المؤسسي للشركات والوسارات والهيئات الحكومية جاء ذلك لدى رعايته افتتاح فعاليات مؤتمر القيادة الدولي 2015 حيث لفت الوزير إلى أهمية هذه الفعالية في استعراض أفضل التجارب والممارسات المؤسساتية على المستوى الدولي إضافة إلى التحديات العملية في تطبيق هذا المفهوم الإداري المعاصر وأشاد وزير طاقة بمحاور مؤتمر جمعية الإداريين البحرينية والتي ترتكز على دور القيادة في إدارة ثقافة الشركات والمؤسسات والاتجاهات التنموية الحديثة في إدارة المعرفة في ظل المتغيرات المتسارحة في نظم المعلومات وتوفر المعلومات من خلال الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي أصبح اللزامة على القائد أن يكون ملمئا بإدارة المعرفة وإدارة المعرفة تلقص في التعرف على مصادر المعلومات كيفية تحصيل المعلومات كيفية تحزين المعلومات وكيفية تطوير المعلومات افتتح الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين الشيخ خليفة بن إبراهيم الخليفة المقر الجديد لشركة مباشر للخدمات المالية بمنطقة السيفة ويأتي افتتاح المقر الجديد كجزء من سلسلة افتتاحات قامت بها الشركة في دول الخليج العربي كونها تأتي وفق التزامها بإمداد عملائها بدعم عملية التداول لكون المقر الجديد يوفر أحدث أدوات التداول ويدعم توجهات المستثمرين للاستثمار في مملكة البحرين على نحو كبير وأكدت الشركة أن افتتاح المقر الجديد يأتي في الوقت الذي تشهد فيه المملكة نموا متسارعا في مختلف المجالات الاقتصادية لتكون مركزا للأعمال للشركات المحلية والمتعددة الجنسيات كل الشركات الوساطة بشكل عام تعتبر جزء لا يتجزع من البورصة فوجودها بالشكل هذا في البحرين سيؤدي بالطبع إلى مزيد من التطور في البورصة بشكل عام الخدمات هي ربط الأسواق العربية في ضمن سوق واحدة بحيث يستطيع المستثمر العربي والمستثمر الخريجي يستثمر في جميع الأسواق كما لو كان سوق واحدة أيضا ربط الأسواق العالمية والعناصر الأخرى للاستثمار زي السلع والسكوك كلها تكون تحت بيئة واحدة أغفل مؤشر البحرين العام على ارتفاع تجاوز ثلاثة نقاط عن معادلة الإقفال السابق وذلك عائد لارتفاع قطاع البنوك التجارية وقطاع الخدمات وقد بلغت كمية الأسهم المتداولة لهذا اليوم ستة ملايين ومائتين وخمسين ألفا ومائتين واثنين وثمانين سهما بقيمة إجمالية قدرها مليونان وخمسمائة وعشرون ألفا وسبعمائة وسبعة وثلاثون دينارا بحرينيا تم تنفيذها من خلال إحدى وسبعين صفقة وقد تركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع البنوك التجارية حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة من نسبته 98% من القيمة الإجمالية للأسهم